إن شاء الله كل التوفيق لكولر فارس إن شاء الله المدرسة السويسرية وتحديدا بعد نجاح ريني فيلر وترقب من جماهير النادي الأهلي بيأتي كولر والأمانة كان مهم جدا أن يكون معايير اختيار المدير الفني الحالي مختلف عن معايير اختيار ريكاردو سوارش يمكن النادي الأهلي في وقت من الأوقات لما كان ريني فيلر بمعناب نتكلم عن المدير الفني السويسري كان قبقى وسينا وأدنى من الرحيل وكان مكرر خلاص إنه ومش هيجاد التعاقد وكان محتاج يسافر وكان وكنا داخلين على مرحلة صعبة جدا 1 أكتوبر تحديدا كنا داخلين وعندنا نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فكان نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فكان التعامل من خلال المعطيات اللي عندنا عندنا بطولة أفريقيا عندنا نصف نهائي بطولة أفريقيا فلازم يكون المدير الفني هو دارس ولامم بقارة أفريقيا فبالتالي كان الاختيار هو بيتسو موسيماني وبالفعل كان اختيار موفق وقدر يحق نجاحات لما تم اختيار ريكاردو سوارش يعني يمكن ما كانش موفق في الشهرين ممكن يكون وقع عليه نوع من أنواع يعني الظلم إنه هو جاف الظروف صعبة جدا للنادي الأهلي لكن المعايير المرة دي كانت مختلفة كنت محتاج معايير مدير فني عنده الشخصية القوية مدير فني عنده نجاحات مدير فني لها بتحت ضغوط مدير فني قدر يحقق بطولات مدير فني قادر على التعامل مع اللاعبين وروح التعامل مع اللاعب وعلاقته بين اللاعبين بتكون علاقة فيها ود واحترام لأنه مدير فني واسق في نفسه قدر يحق نجاحات مع منتخب النمسا قادر النمسا للمركز العاشر في التصنيف الدولي قادر النمسا اليورو 2016 وده كان من ضمن النجاحات بـ 28 نقطة من أصل 30 نقطة كل دي كانت مقاومات لمجلس إدارة النادي الأهلي لاختيار كولر كل الكلام وكل المعطوات بتقول إن المعايير مختلفة بالتأكيد عن سوارش ولكن كرة القدم دائما وأبدا تعتمد على عامل التوفيق نتمنى يكون كولر مدرب موفق مع النادي الأهلي ويستكمل مسيرة بطولات النادي الأهلي أكيد جماهير النادي الأهلي عندها ثقة ودائما وأبدا بتكون دعمها لاختيار المدير الفني والمدير الفني إن شاء الله يكون قادر على إنه يقدم أوراق اعتماده لجماهير النادي الأهلي لأن دي نقطة مهمة جدا نقطة مهمة وكمان من المهم إن احنا نعرف إن مارسي الكولر أنا بشوف إن أنت رحت لفكرة مختلفة أنا دايما عندي اعتقاد إن فنيا أنت في الدوري المصري مع احترامي لكل المدربين أغلب المدربين أجانب اللي بيجوا بيكون عندهم خبرات أكبر سيفي أكبر احتكاج في دوريات أكيد قوية دوري ألماني دوري سويسري فكل دي خبرات تدريب منتخب كل دي حاجات كمان مهمة إن احنا نكون عارفينها فبالتالي مفتاح تفوق أو إن أي مدرب يتميز مع النادي الأهلي أو أي نادي مصري على فكرة يعني مش الأهلي بس إن الشخصية شخصية جزء مهم جدا 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 بجانب الفنيات اللي أكيد مدرب درب في الليفل ده هيكون عنده الحد الكافي من إن أنت تكون واثق إنه عنده الفنيات الجيدة طب إيه المفتاح؟ المفتاح الشخصية وده مهم جدا إن احنا نكون عارفينه ومارس الكولر وغالبا أنا مش مع فكرة المدرسة اللاتينية أو المدرسة البرتغالية أو المدرسة كذا في التدريب لأن التدريب ما فيهوش مدارس ده إذا تعلق الأمر بإيه؟ تعلق بالفنيات يعني حتى المدرسة الأسبانية هتلاقي فيها ناس كتير جدا مدربين أسبان اختلافات كبيرة جدا أرجنتين هتلاقي سيميوني مختلف تماما عن ناس كتير يعني أنت بتشوف تفاوت كبير جدا في الأفكار الفنية فبالتالي المدرسة ممكن تكون موجودة على مستوى إيه؟ على مستوى العقلية آه البرتغاليين نقدر نتكلم إن عندهم دايما مجموعة من الأفكار ونمط الحياة وطريقة التعامل قريبة من بعض الأفكار الفنية ممكن تختلف المدربين كمان السويسريين دايما بيتميزوا بقدرات لها علاقة بالسرامة قدرات لها علاقة بالشخصية والسيطرة على اللاعبين وقدرات لها علاقة بأن أنت يكون عندك مدرب دايما 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 بيكون مسيطر على غرفة اللبس ودي حاجة مهمة جدا وحاجة أعتقد أنها بنسبة كبيرة موجودة بمارس الكولر وده مش اجتهاد مننا ولا رأي مننا لأ إحنا هنروح معاكم لكلام فقلي وعملي اتقال عن الموضوع ده